ماذا هو التوب تين سونجز أو أهم عشر أغاني لعام 2014 بالتمارين الرياضية خينك تشوفهم هلأ ونرجع مع متخصة رياضية تكلم أكثر عن هذا الموضوع دائماً أستمع إلى موسيقى بقاع عالي عادةً أغاني من توقيع بيتبول أو أغاني شبيهة لها تتضمن إقاعاً تساعدك على كثرة الحركة أي أغنية بهذا المحرور؟ دائماً أحب أن أستمع إلى أغنية ويفز الماستر براس أحب هكذا نوع من الموسيقى لأنها تحتوي على ضربات إقاعية تلائم تمارين الرياضية ترجمة نانسي قنقر فالي توب تن سونكس لهذا العام عام 2014 شو بتختلف عن السلامية الماضية برأيك لا تم اختيار هذه الأغاني عن غيرها؟ الموسيقى مهمة جداً تتشكل كالتالي من 120 إلى 140 ضربة موسيقية في الدقيقة عادةً يستمع إليها المبتدئون في الرياضة من 165 إلى 168 ضربة موسيقية في الدقيقة يستمع إليها رياضيون متقدمون في مستوى التمارين الرياضية ضربات موسيقية تلعب دوراً فعالاً في الرياضات متعددة تدفع الرياضي لإعطاء ما عنده منطقة رياضية كما تجلب حثاً إيجابياً خلال التمارين كل عام تتغير الأغاني فهي مزيج من أغاني خاردة تضاف إليها ضربات موسيقية بإقاع عال تلائم تماماً الصلاة الرياضية موسيقى مش نتعرف على أهمية الموسيقى بالتمارين الرياضية معنا مداربة خاصة وبطلة سبقة برفع الأفكال جيل تيامس الموسيقى هي كل شيء في الرياضة بشكل عام هي دفع الصحية الوحيد لزيادة النشاط وتلعب دوراً نفسياً إيجابياً في معنويات الرياضي لإكمال التمارين الرياضية وكل رياضي يستفيد من الموسيقى بشكل مختلف لحظنا بلاحة الأغاني أنه في عندنا موسيقى جديدة وموسيقى قديمة لا برأيك بعض الموسيقى القديمة موجودة بهاللاحة الجديدة في 2014 الأغاني الخالدة ستبقى دائماً متداولة في أيامنا هذه والسنوات القادمة هي أغاني لا تموت مثل أغاني مايكل جاكسون ستحيا حتى في الأجيال القادمة ولكن سيأتي عليها تعديل كما ذكرت منذ قليل بمستوى الضربات الموسيقية التي هي أكثر عصرية للمستمعين كأغاني ديفيد إيجيتا مرغوبة جداً في الصلاة الرياضية عام 2014 سيطرت على الكاعات الرياضية الأغاني بيئي كاعة العالي مع أن نحكمت الأغاني لبيتبول هاوس أون فاير شوت مي داون لديفيد إيجيتا وطبعاً الأغنية الشهيرة هابي لأفايل الويليامز هذه الأغاني بيئي كاعة العالي سيهمت أن بيعطاء الرياضيين النشاط اللي يجب أن يكمل تمارين الرياضية اليومية كن معكم ألان درغام لبيتبول نامش اليوم واشنطن وانب